زي ما شفتوا كده حضراتكم الكلام في الفقرة دي هيكون في سيرة فنان قدير رحل عننا من أيام قليلة يمكن ما أخدش بطولات مطلقة يمكن اسمه ما اتكتبش الأول على أي أفيش سواء كان دراما أو سينما أو حتى مصرح لكن هو عمل حاجات تانية لسه ليها بصمة كبيرة جدا وكان بيعلم في المكان اللي كان موجود فيه عمل كتير جدا ما قدروش يعملوها رغم النجومية هو احتل مكان عزيز جدا في قلوب المشاهدين وكان واحد من أحب الوجوه اللي شفناها على الشاشة على موقع التواصل قالوا في رثاؤه كان أداءه مريح كان صوته مليان معبر عبر الزمن الفترة اللي قعدها كان عنده خبرة هو فنان من جيل العملق تاريخ من الأعمال اللي بدأت يمكن خمسين سنة فاتت الكلام هيكون عن سيرة الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي في فقرة خاصة جدا بيسعدنا وبيشرفنا يكون فيها معانا بنته الفنانة الجميلة الرائعة السلوى عثمان حتى منه نورانا والبقاء لله حانتك الباقي حبيبتي أولا برحب بكي وترحيب وشكر لأن جيت في الظروف دي عشان تكوني مع مشاهديكي ومحبين أو محبي الفنان عثمان محمد علي الوالد الجميل ويمكن أنا بكلمت من كم يوم واحدة بنعزي على الهواء إن هو كان بالنسبة لي أستاذ لكنه بيصحح للغة العربية ببعض الأعمال التاريخية وليه دور تاني حنتكلم عنه في حينه لكن خلينا نقول من النقطة اللي الكلمة فيها إيمان وهي ما كانش بيهمه قوي هو حجمه إيه على الأفيش همه الدور كان بيختار إزاي بسي هو بابا بيحب شغله جدا وأهم حاجة عنده إن هو يعمل كان يعمل شغله على أكمل وجه يحس بيه ويعمل كل حاجة صح وبعدين كان هو يعني كمان بيحب اللغة العربية جدا وكان بيصحح طبعا لغة العربية في الإزاعة أو في الدراما في أي آه في الدراما هو المهم إن هو يكون دوره مؤثر مش المهم إن هو يعني عارفة الفنانين مش كلهم حيتحطوا على الأفيشات في الأول يعني بس فيه فنانين ممكن ما يتحطش اسمهم في الأول لكن يكونوا يبقى فنان قدير يبقى فنان بيحب شغله ويبقى فنان مؤثر في المجتمع مؤثر يعني الناس تحب تتفرج عليه تخرجي من الدور فاكرية من العمل كله بالزبط يعني حتى لو مش الدور كبير لكن تخرجي فاكرية يعني حتى على سبيل المثال في المسلسل بتاع الفرسان بابا كان واخد دور في الأول بس صغير ولكنه كان مهم جدا لأنه هو اللي كان بيقول كل حاجة بعد كده يعني في المسلسل أو اللي هو الأساس بتاع المسلسل فالمسألة مش مسألة إنك تتحطي الأول أو طبعا لازم يتحطي الفنان بشكل فيه تقدير لي يعني تقدير لفنه مش مسألة بقى إنه هو ده نجم شباك ولا يتحطي الأول ولا الآخر ولا الكلام ده لأ فهو كان فيه تقدير لفنه من كل الناس اللي حواليه وهو كان بيهتم بشغله أكتر من حكاية موضوع الاسم أو كده طبعا دوره دايما كان مفصلي ومحوري جدا وهو ده اللي كان بيفكر فيه لأنه بيكون دوره مؤثر حقيقي لكن في الفترة الأخيرة يمكن كان فيه تقدير كبير جدا وتكريم لراحل الفنان القدير من الشركة المتحدة أعتقد إنه وده كان في مهرجان القاهرة للدراما عملوا له تكريم أنا شفت ملامح وشه يومها وكان ده مؤثر جدا بالنسبه له أكيد أتكلم معاكي عن اللحظات دي ده عمل فيه إيه؟ والله أسعده لأنه طبعا هو اتكرم من جهات كتير معنا مسؤولة قبل كده آي حبيبي يعني على مدى تاريخه اتكرم كتير كنت بتقولي لكن ده فرق معاك التكريم هنا فأماكن كتير جدا قبل كده بس في الآخر برضو التكريم من الشركة المتحدة ده كان حاجة جميلة بالنسبه له وكان فيه جمع كبير جدا من الناس وكان طبعا متزع على القنوات وكده فهو طبعا ده أسعده وأسعدنا يعني أنا أسعدني بشكل خاص جدا طبعا أنه هو ألاقي متكرمه وأنه هو يحس أن مشواره الفني مش مجرد مشوار محدش واخد باله منه ولا كده لا الحمد لله في تأثير وفرحته مع زماني بصي تكريمه كمان مش بس كان على مثلا شاشة تلفزيون أو في مهرجان أو كده لا كان تكريمه من الناس كلها من جمهوره نحي يعني كل جمهوره كان مقدره يحبه يعني أنا طول ما أنا ماشية في الشارع الناس كلها بتعزيني اللي يعرفه واللي ما يعرفوش يعني اللي مش من ما يعرفوش قصدي يعني ناس أنا ما عرفوش ناس في الشارع صحيح ماشيين فأنا طول ما أنا ماشية كانوا بيعزوني وزعلنين جدا عليه ما فيش حد والله العظيم ما فيش حد ما زعلش عليه هو ده الأثر الطيب اللي بيسيبه الفنان اللي بيحترم عمله وجمهوره